اي تغيير. طبعا كل مرة بعمل اشكال وبعمل اه جرناشة شكل غير التاني فزي ما بقول لكم بقى بصي لان اه دي كلها في ايديك انت اعملي بقى اللي انت حباه واللي انت عاوزاه. اطلع لكم بقى كده واحدة ونشوفها كده مع بعض. انا الورقة الاخيرة في اللي ما عرفت اش يعني طلعتها غلط. بصوا بقى جميلة ازاي. بصوا بقى الارمشة وبصوا الجميل. طري جدا من جوة ومن تحت بقى ومن فوق الطبقة اللي بره ومن تحت اه مارمشين ومن جوة بقى طرية والمكسرات في قلبها. عايز اقول لكم حاجة كده جميلة وشايفين التوريق بتاعها جميلة قوي قوي. يعني اتمنى ان شاء الله بقى هياجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. نستنى بقى رأيكم في التعليقات واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاية. اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة. هنعمل مع بعض سنية جلاش روعة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميلة جدا جدا. تعجبكم جدا وسهلة بابسط طريقة. مش محتاجين نقعد نعمل اشكال ولا اي حاجة. هتقدر تعمليها في خمس دقيق. لو انت مستعجلة لو حد معزيم كده او ضيوف طبوا عليك فجأة. ومحتارة تقدم اي اي او تعملي اي اي. لو عندك لفة جلاش. في التلاجة طلعيها يلا وعملي معايا كده بسرعة. مش هتاخد منك وقت ولا اي مجهود ولا اي حاجة. بسيطة جدا متقدر تعمليها في ثواني كده مش هتاخد منك حاجة يلا مع بعض نشوف هنعمل الصينية كده الجميلة دي ازاي. والطريقة بتاعتها سهلة وبسيطة. يلا مع بعض نعملها سوى. اول حاجة هيكون بقى معايا لفة الجلاش. هتطلعها كده فردة على رخامة بتاعتي. زي ما انتم شايفين. طبعا لو انش عندك في التلاجة تطلع ايها تفك لو هي انت لسه جايباها فهي طبعا ايها هتكون بقى سهلة معاك بسرعة. اول حاجة بقى نجيب الصينية بتاعتنا وهنديهنها كده بالزبدة. وهنبتدي بقى نجيب الورق بتاعنا ونروسه في الصينية. لو الورقة كبيرة زي الصينية كده عندي بصو باتنيها واخلي بالي بقى كل ورقة اعملها عكس بعضي. يعني انا لو تانيتها من الناحية دي المرة دي المرة دي اتنامي الناحية التانية. ليه? عشان الصينية تطلع سوى واحد. ما تطلعش من الناحية عالية عن الناحية التانية. لان لو فدلت اعملها اتنيها من الجنب ده. هلاقي عندي جنب اعلى من جنب. طبعا انا عايز الصينية تطلع عندي سوى واحد زي المسطرة. فزي ما بقولك ورقة اعملها من هنا وورقة من هنا. وكل ما اعمل الورقة هو ورقتين. ابتدي كده ايه? ادهن سمنة زي ما انتم شايفين عشان تطلع طرية ومورقة وايه وتبقى حلوة معي. هنا زي ما انتم شايفين بعد ما خلصت نفس لفة الجلاش. هبتدي بقى ايه اجهز بقى كده يكون عند المقصرات بتاعتي. اي بقى حشوة عايزة تحطيه. عندك سوداني عندك مقصرات اه مشكلة كده زي انا زي ما انتم شايفين دي مقصرات مشكلة. اه لو ما عنديكيش لو عندك سوداني لو عايزة تعمل لها حشوة بالاشطاء عايزة تعملي كسطر يعني بصي بقى الحشو ده اللي يعجبك. تمام بس طبعا احنا هنعملها بالمقصرات اسهل حاجة وفي نفس الوقت بيبقى طعمها جميل جدا تبقى كده مقرمشة وجميلة. هنا بعد ما حطيت بقى المقصرات بتاعتي زي ما انتم شايفين بصوا ما فاش اي طعب ولا اي حاجة هتعملها في ثواني. ما بتاخدش منك خمس دقيقة. لان انت هتعملي تشكيل ولا هتعمل اي حاجة. منفرد الورق وندهل. وفي نص الكمية نحط المقصرات بتاعتنا وبعد كده نحط نص الكمية الباقية زي ما انتم شايفين كده كل دور او كل دورين برش كده سامنة. وابتدي اخلص الورق بتاعي زي ما انتم شايفين لحد ما ايه اخلص لفة الجلاش بتاعتي. من اسهل الحلويات الشرقية هو الجلاش وكمان من الحلوات الجميلة جدا. اللي الكل بيحبها. طعمها بيبقى مرمش كده وجميل. وليها طعم حلو جدا. وبتبقى هشة كده وجميلة. وبالزاد بقى لو بحشو المكسرات بتبقى حلوة قوي. زي ما انتم شايفين خلصت لفة الجلاش جد بقى على اخر ورقة طبعا مش هتنيها الفوق تهنتها بقى على تحت. عشان الصينية تكون مستقيمة كده. وزي ما انتم شايفين اي حاجة عندي زيادة بتنيها على تحت. عشان الصينية تطلع شكلها حلو. وتبقى مزبوطة معي. شايفين الصينية بقى بتعمل ازاي بصوا اه بقيت مصدرة. هاجيب بقى رش السمنة بتاعتيه. طبعا كل ده انا عملاها بكوباية سمنة. هيا فينا هو مش محتاجة بقى تدين ولا تعملي هي كده كده هتعمليه وبعد كده هي بقى بتتوزع وانتي بس الوش بتعمليه بالمعلقة زي ما انتم شايفها لكن اللي جوه بنرش كده ونرس الورق فوق بعد بعد كده بقى هنقطعه ما ينفعش طبعا تقطع الجلاش بعد ما يستوي لازم وهو طاري كده عشان ما يقصرش ويبوز معاك. بتقطعيه كده بالراحة عشان الورق ما يعودش يطلع منك. شايفين حطة ايدي ازاي بتسني دي كده بصوابعك بطرف صوابعك. وتبتدي تقطعيه بقى عايزة تقطعيه بقى مسلسات عايزة تقطعيه مربعات. طبعا بقى ده حسب رغبتك. عايزة اقول لكم جلاشة من احب الحلويات لقلبي واللي على طول بحب بعمله على طول باستمرار. يعني يمكن من اكتر الحلويات الشرية اللي انا بعملها. لانه خفيف وفي نفس الوقت سريع جدا وبيخدش وقت. وحلو كده يعني اكله كده لازيز كده وحلو. وكمان بيستوي في الفرن بسرعة. يعني عايزة اقول لكم ما بيكملش عشرة داية في الفرن. عشان كده بقول لكم ها من الحلويات اللي تقدر تنجزك لو عندك ضيوف جولك على فجأة. ومش عارفة تقدمي ايه. لو عندك بقى دا هينجزك. لانه سريع جدا وبيستوي بسرعة جدا. يعني بيخدش وقت. زي ما انتم شايفين اهو بقى ايه? اقطع اقطعها بقى كده. بعد كده بقى هدخلها الفرن. اهو زي ما انتم شايفين. اول ما لقيتها بقى من تحت كده شفتها بالشوكة لقيتها ديتني لون الدهبي. على طول روحت بقى طفية ورحت مشغلة الشوية. اخدت اللون الجميل ده زي ما انتم شايفين. وبعدين روحت خرقتها. طبعا عندي بقى العسل بتاعي يكون بارد. تمام اللي هي الصانية خرجة سخنة. لكن العسل بارد. العسل طبعا قدتلكو بيبقى تقيل. بعمل كوبايتين ونص سكر على كوبايتين ماي. بعد ما بيغلو خمس دقايق بروح عصر عليهم نص لامونة بتغلي كده حوالي دقتين. وبروح طفي عليه واركين وعهو كده على جنب لحد ما يبرد. بعد كده الصانية بقى خلصتها بجيب كده العسل بتاعي بس ايه زي ما انتم شايفين كده. لحد ما الصانية تاخد كفايتها. لان ممكن الشرباط يكون الكمية تقيلة على الصانية. فباخد الكمية كده لحد ما لاقي الكمية كفتها كده. وخلاص على كده. يعني هي بتاخد بتشرب الكمية اللي هي محتاجها بس. تقداري بقى تزينيها بالفوزدو. تقداري بجوز الهند. تقدار تسيبيها كده. بصي بقى اللي يعجبك. طبعا التزين والتقديم ده بقى بيرجعلك انتش. انا النهاردة هم اهدمها زي ما